هولندا البلد المشهور بالطواحين أزهار الطولب والجبل تغطي المراعي أكثر من نصف مساحتها لكن في الواقع هذه الدولة لا تسمى هولندا بل دولة الأراضي المنخفضة إذن ما الفرق بين هولندا والأراضي المنخفضة؟ وما هي مملكة الأراضي المنخفضة؟ هي دولة يحدها بحر الشمال من الشمال والغرب بلجيكا من الجنوب ألمانيا من الشرق وتشترك في حدودها البحرية مع بلجيكا، ألمانيا والمملكة المتحدة تتكون من 12 مقاطعة وهي لكل من هذه المخاطعات حكومة وصلاحيات دستورية بالإضافة إلى ثلاث جزر صغيرة في البحر الكاريبي تابعة لها وهي بونير، سانوستاتيوس، وسهبة وكعملة تستعمل هذه الجزر الدولار الأمريكي بدل اليورو إذن هولندا هي مجرد مقاطعتين في دولة الأراضي المنخفضة لماذا نستعمل تسمية هولندا بدل الأراضي المنخفضة؟ تاريخيا كانت مقاطعتين جنوب هولندا وشمال هولندا منطقة واحدة وكانت أكثر شهرة ونشاطا من المناطق الأخرى وعلى ما يبدو فإن مصطلح هولندا أسهل من مصطلح الأراضي المنخفضة حتى موقع السفر الخاص بالبلد يسمى هولند.com لكن الأمر لا ينتهي هنا فدولة الأراضي المنخفضة بالإضافة إلى ثلاث دول أخرى تقع في جنوب البحر الكاريبي أروبا، كوراساو، وسام مارتين تشكل مملكة واحدة تسمى مملكة الأراضي المنخفضة في هذه الحالة تسمى هذه الدول الأربعة بالدول التأسيسية أي دولة جزء من دولة أخرى أروبا، جزيرة المساحتها 193 كم مربع عاصمتها أورينجستاد وعملتها الفلورين كوراساو، جزيرة المساحتها 444 كم مربع عاصمتها ويلمستاد وعملتها الجيلدر سان مارتين تقع في القسم الجنوبي من جزيرة سان مارتين بينما القسم الشمالي التابع لفرنسا ويحمل نفس الإسم مساحتها 34 كم مربع عاصمتها فيليبس بورغ وعملتها الجيلدر مملكة الأراضي المنخفضة هي دولة ذات سيادة نظامها ملكي دستوري ديمقراطي على رأسها الملك ويليام أليكساندر من عائلة أورينج مقر الملك هو الحكومة في مدينة لاهاي أو هاك أين توجد محكمة العدل الدولية وأمستردام هي لاسمة رسمية والاقتصادية مراجعة دولة الأراضي المنخفضة تتكون من 12 مقاطعة وثلاث جزر تابعة تشكل مع ثلاث دول أخرى مملكة الأراضي المنخفضة هولندا اسم لمقاطعتين فقط لأسباب تاريخية ولغوية نستعمل مصطلح هولندا بدل الأراضي المنخفضة كاتالونيا إقليم إسباني يطالب بالاستقلال لكن هل تعلم أن هناك أقاليم أوروبية أخرى مثل كاتالونيا انتظر الفيديو القادم لنتحدث عنها ونعطيك معلومات أكثر أصدقائي أدعوكم لتقترحوا علي مواضيع في الثقافة العامة أتناولها في الفيديوهات القادمة وللانضمام إلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الروابط في الوصف إذا أعجبك الفيديو اضغط على أعجبني وترك رأيك واقتراحك في تعليق واشترك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك جديدنا